كما بحث رئيس مجلس الوزراء في اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني تدعيات الأحداث الخطيرة الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجرى خلال الاتصال تأكيد ضرورة إيقاف التصعيد وعمليات القصف العدواني على غزة كما شددت جانبان على بدل المزيد من جهود الإقليمية والدولية لإرغام قوات الاحتلال على احترام القوانين والمواثيق الدولية وإيقاف سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وكذلك التحرك الدولي العاجل من أجل تحقيق التطلعات العادلة التي تضمن حق الشعب الفلسطيني في العيش الكريم على أراضيه